كشفت صحيفة تهران تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران حصلت على أكثر من سبعين ألف صفحة من الوثائق القضائية الإسرائيلية بعضها يحمل صفة سرية جدا وهي قيد المراجعة والتحليل الصحيفة أشارت إلى أن الوثائق تظهر أن نتنياهو وزوجته سارة يعانيان مرضا نفسيا دفع إلى التشكيك في أهليته لرئاسة الوزراء تهران تايمز قالت أن مراقبين يرجحون أن يكون نتنياهو نفسه وراء الاختراق ولفتت الصحيفة إلى أن تسريب الأرشيف القضائي مؤشر آخر على مدى ضعف إسرائيل وكانت الميادين قد نقلت عن مصدر أمني إيراني منتصف الشهر الحالي معلومات عن هذه الوثائق القضائية التي تهدد مستقبل نتنياهو